مستحيل 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 هذه تحرق شوكت شوكت لا سامح الله لا سامح الله لو كان الاختلاف احتدم بين التيار وبين العطار فقط هنا المشكلة ما عندنا اي مشكلة بالعراق تماما بالوقت الحاضر مسألة سياسية عملية سياسية جرت انتخابات ومشت بمسارها الحقيقي وكل حزب اخذ وكل حزب اخذ مقاعدة كل ما يدور بالشارع والازمة الموجودة التي نشوفها هي مجرد اختلاف بين التيار وبين الاطار والتي جرت التحالف الثلاثي اليوم مشركاء السيد الصدر ومن نجا على حقيقة الموضوع انه ما كفد مشكلة حقيقية بين التيار والاطار السيد الصدر قالوا تعالوا قالوا تعالوا شكلوا الحكومة يعني تعالوا بمعزل عن السيد المالكي واذا ترتجوا تعالوا هذا اللي تكتل الصار وهذه المشاحنات وهذه المساجلات يعني اتوقع انه ما كفد خلاف حقيقي هو لغرض مناصب ولغرض سلطة